إذن أشارت سيد كرتل إلى نقطة مهمة أنه القادم لهذا الملف والأجوبة كانت من طرف يحيا كما نلاحظ في 2006 كانت وزارة ترقية الاستثمار وفي سنة 2014 تم حلها كذلك تحدث عن أنه في سنة 2017 كانت هذه طبعا مصانع التركيب قد بدأت في العمل هل هذه حجج من النحية القانونية كيف تقرأها؟ طبعا قلت في بداية الدخل قلت بأن الرجل متمرس في الكلام ورجل سياسة وعنده كثير من الخبرة قلت بأنه يتميز على الأقل ببعض الذكاء سيجعله في موقف يدفعه عن نفسه ولكن سنعرف ربما من خلال أجوبة المتهم طريقة أو منهجية دفاعه عن نفسه يعني تشوفي الآن هو يتحدث يقول بأن عمره ما تصرف بمحسوبية وبمحابات يعني الآن هو حتما هذه الأمور وهذه الأجوية ومنتظرة يعني تدخيلي إنسان بهذا المسئولية وبهذا الحجم في هذا الوضع يتدخيلي بأنه راح يزيد على نفسه وربما راح يقول نعم أنا ما أحترف بالتهم ونعم أنا مارست المحابات ومارست كل شيء أنظم بأنه منتظر هذا الجواب ولكن الآن لابد مقارنة جوابه بما ورد في التحقيق في محاضر التحقيق طبعا فيما حققت في مصالح الأمن وفيما بعد الجهات القضائية قبل أن توصل إلى هذه المحاكمة كذلك أشرت بأنه لكن يبقى القاضي يأخذ بعنا الاعتبار الدلائل والقرائن القانونية هي التي سيحكم بها يعني يبقى هذه الإجابات كيف سيأخذها القاضي طبعا القاضي مؤتد على الإنكار يعني ما راح تكون أول قضية تمر أمامه وينكر فيها شخص تهمة من حامل من السرقة البسيطة إلى السرقة الكبيرة يعني هذا الأمر منتظر قلت لك بأنه الرجل مستعد وقادر على أنه يبقى يتكلم لساعات وساعات يعني دون ملل ودون كلل واستعد أنه يمضي ساعات أليس هو نفس الرجل الذي تحدث إلى الجزائريين طيلة سنوات يحاول أن يقنعهم بكثير من الوضعية وهو لم يكن يملك حلا لإنقاذ الاقتصاد الجزائري ولربما لتقديم إضافة للاقتصاد الجزائري هذا الأمر منتظر جدا ولكن فقط لما تتابعي تصريحاته تفهمي ببساطة منهجية الجواب من هذا المتهم الوزير الأول طبعا قرأي كل جواب من أجوبتها وتعرفي ربما منهجية المحاكمة بالنسبة لي أيضا ممكن في قادم الساعات ستكون أسئلة دقيقة وتقنية أكثر ربما من خلال إجاباتها رح يتعرفي ربما أيضا مدى تورطه من عدم تورطه أيضا رح تشوفي ربما طبيعة أسئلة ليقدمها القاضي أيضا مهمة جدا لأنها رح تصب مباشرة في التهم المتابع بها المتهم أعتقد بأن المحاكمة ستطول ستستغرق لأنه متهم واحد مع عدة تهم وكل تهم ستوجب عشرات الأسئلة تخيل عدد المتهمين ثم تخيل عدد المحامين ثم تخيل الأسئلة وتخيل إجراءات نظن بأن الأمر رح يستغرق بعض الأيام قبل أن يتم الفصل في الملف لكن عندما نحن نتحدث عن بدء هذه المحاكمة لا يمكن نتوقع تأجيل في الأيام القادمة لمتهمين آخرين لا بدء المحاكمة لا تجزأ المحاكمة ممتاز المحاكمة موحدة لا تجزأ من لم يحصل على دفاع سيدفع عن نفسه بنفسه من له حق الدفاع سيدفع عن نفسه إضافة إلى باقي المحامين أما المحامين الذين ربما سحبوا فلهم في ذلك آراء يعني كل محامي عنده وجهة نظر تاعه بخصوص ظروف محاكمة معينة ولا يشوفها ما تنسبش الظروف اللي يحبها هو اللي لازم تتوفر في المحاكمة طبعا كي المحامي مقتنع يرافه وكي المحامي غير مقتنع وين سحبين الجلسة وهو في ذلك عنده طبعا رأيه سيد كنت نقطة أخرى كنا نتحدث منذ قليل عن ترتيب المتهمين في هذه المحاكمة أحمد أيحيا هو أول متهم وهو أول من عرضت عليها التهم كيف يمكن نقرأ ذلك؟ أو الاختيار على أي أساس يأتي؟ من لا الاختيار هم كلهم متهمين بنفس الوضع ربما وزير الأول لأنه يقدم شرح أكثر للقاضي لأن بداية القصة منين تكون؟ بداية القصة يبدأها القاضي من الوزير الأول يعني يسألوا على مصنع تركيب السيارات يسألوا على القانون يسألوا على وين كنت أنت المسؤولية تاعك وش كان دورك وش كانت تأثير تاعك ثم بعد ذلك ممكن جدا ينتقل إلى الوزير الأول الآخر الذي أمضى خمس سنوات كوزير أول دون انقطاع أيضا كان محظوظ جدا بهذه السنوات عبد ملك سلال ثم بعدها ربما رح يمر إلى الوزراء ثم بعدها يمر إلى باقي أصحاب مصانع تركيب السيارات إذن مشاهدين الكرام نذكركم بأن هذه الصورة تأتينا من قاعة رقم خمسة من محكمات سيد محمد والملف هو محاكمة المحاكمة المتعلقة بملف تركيب السيارات في هذه اللحظة يعرض القاضي التهم على الوزير الأول السابق أحمد يحيى طبعا وهذا أثناء استجواب هذه الصور طبعا الأسئلة أسئلة القاضي أسفل الشاشة في شريط الهام ومرفقة بالإجابات كذلك إذن انطلقت اليوم بمحكمة سيد محمد بالعاصمة محاكمة كبار رموز الفساد من النظام السابق من وزراء ورجال أعمال وهذا بالقطبة الجزائية المتخصص في قضايا الفساد يأتي هذا بعد أن قررت المحكمة تأجيل هذه المحاكمة الاثنين الماضي بطلب من هيئة دفاع المتهمين وكانت البداية بملف تركيب السيارات في الجزائر والذي يشمل كل من المتعاملين الاقتصاديين وهم تباعا محمد بيري معزوز أحمد العربوي حسان الذين وجهت لهم تهم تتعلق أساسا بالحصول على مزايا غير مستحقة وكذلك تعارض المصالح الرشوة في مجال إبرامي السفقات وتبديد الأموال العمومية وإلى جانب رجال الأعمال تتواجد العديد من الأسماء الثقيلة التي تقلدت لمدة طويلة مسؤوليات كبيرة في ظل النظام السابق ويتعلق الأمر كما نتابع في هذه الصورة وفي هذه اللحظات الوزير الأول السابق أحمد ويحيا والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الصناعة السابق ووزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب ووزير الصناعة الأسبق يوسفي ووزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق عبدالغاني زعلان ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية السابقة نوريا يمينة زرهوني وجهت لهم جميعا تتعلقوا أو تهمون تتعلقوا بمنح انتيازات غير مستحقة وتعارض المصالح وسوء استغلال الوظيفة وكذلك تبديد الأموال العمومية والرشوة في مجال إبرامي السفقات العمومية وكذلك التصريح الكاذب للتذكير فإن فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بالعاصمة قد بشرت في شهر مايا الماضي إجراءات التحقيق مع العديد من كبار المسؤولين في النظام السابق ووجهت لهم العديد من التهم في عدة قضايا فساد وتم على إثرها وبعدها التحقيق معهم بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا فساد بمحكمة سيد محمد ليتم إذا عجل رموز النظام السابق من وزراء ورجال أعمال تحصلوا حسب التحقيقات الأولية على عدة مزايا في مجالاتهم مكنتهم من مضاعفة أرقام أعمالهم إلى عشرات المرات في ضرف وجيز وذلك بالحصول على عدة مشاريع بغير وجه حق أو بالتراضي حسب ما أفرزته التحقيقات الأولية لفرقة البحث طبعا والتحر دائما قبل أن يتم تحويل قرار الإحالة وبرمجة أول جلسة محاكمة الاثنين الماضي ليتم تقديم طلب من هيئة دفاع المتهمين بتأجيل الجلسة لعدم توفر الظروف العادلة لبداية جلسة المحاكمة في هذه اللحظة يعرض القاضي بمحكمة سيد محمد التهم على الوزير الأول السابق أحمد أويحيا وطبعا أسئلة القاضي في شريط الهام تليها إجابات أحمد أويحيا نضعكم في الصورة كذلك أحمد أويحيا هو من موليد سنة 1952 تقلد آخر منصب له كان منصب وزير أول من الخامس عشر من شهر أوت 2017 إلى غاية الحادي عشر من مارس 2019 تقلد منصب رئيس حكومة كذلك خلال الأعوام التالية ما بين 1995 و 1998 و ما بين 2003 و 2006 وسنة 2008 إذن هذه الصور تأتينا ونذكركم بأنها تأتينا من القاعة رقم 5 من دخل هذه القاعة رقم 5 بمحكمة سيد محمد العاصمة وفي هذه اللحظات يجيب الوزير الأول السابق أحمد أويحيا على أسئلة القاضي فيما يتعلق سننذكركم بأن الملف هو ملف تركيب السيارات سيد كرتل تحضر معنا دائما للتحليل والوقوف على ليس فقط الجوانب القانونية حتى كل ما يحيط بهذا الملف كنت نتحدث عن نقطة وقلتها أنت كذلك لم يكن هؤلاء ليتوقعوا أنه سيصل يوم أن يحدث ما يحدث لهم ما الذي جعلهم يؤمنون بوجود ضمانات؟ لم تكن ضمانات ولكن عامل طول مدة مقوثهم في المسئولية هو الذي أعطاهم هذا الأمان يعني تشوفي وزير الأول يمضي أكثر من عشرين سنة بين ذهب ورجوع إلى هذا المنصب سوف لن يتخيل إطلاقا بأنه سيكون يوما تخيلي يعني الوزير الأول الذي يستجببه كان وزير للعدل الآن أحمد أويحي كان وزيرا للعدل ويشرف على القضاة ويشرف على قضايا المواطنين هو الآن يقف أمام هذه المحكمة كمتهم وأظن أنه في إحدى المرات لا ما خانتني ذاكرة منذ سنوات وقف شاهدا في إحدى القضايا أمام هذه المحكمة أظن قضايا تتعلق بالإطارات أو من هذا النوع وقف شاهدا إذن هو يقف للمرة الثانية في المرة الأولى وقف شاهدا المضوء أكثر من عشر سنوات الآن هو يقف متهما ليدافع عن نفسه طبعا وأنا كنت قد شرحت لك قبل قليل أنه سيجيب على أسئلة القاضي ويدافع بكل شراسة عن نفسه وعن وضعيته وعن التهم الموجهة إليه وعن هذه المشاريع مشاريع السيارات طبعا الأسئلة مهمة جدا يعني تحليل الأسئلة أيضا لماذا وفقتم مثلا على مصانع تركيب السيارات رح يقول بأنه لأجل توفير العملة الصعبة حتما رح يقول لك وفقنا على توفير السيارات هذا هو رح يكون جواب وتأكدي من غير المعقول أن يجد غير هذا الجواب لأنه هذه هي منهجية المتهم لما يدافع طبعا رح ينفي على نفسه كثير من التهم بخصوص عدم وجوده في المسئولية في سنوات معينة على أساس أن المشاريع تعودوا إلى قبل سنة 2017 طبعا في كل مرة هو درس طيلة فترة وجوده في السجن درس كل الوضعيات ويعرف طبعا كيف يجيب لست أدري ما يوجد داخل ملف ولكن حتما ستكون هناك الكثير من النقاط التي تحسب ضده والتي لا يمكن طبعا الإجابة عليها إلا عن طريق إجابات عامة وغامضة صعب جدا أنك تجاوب على كل نقطة بنفس المنهجية بنفس المستوى طبعا نعم الآن تسجلي بأنه القاضي يتساءل عن الإعفاءات من الخزينة أكيد نعم نقطة مهمة طبعا جدا نحن نريد أن ننعيش الخزينة بأي مشروع لماذا نعفي هؤلاء الأشخاص من من دفع حقوق الخزينة صعب جدا طبعا إقناع القاضي لأنه في الأخير حسب اعتقادي نحن اليوم في أول بداية المحاكمة نحن في أول يوم ولكن أنا شبه مقتنع بأن الإدانة ليست بعيدة عن هؤلاء المتهمين في نهاية الأمر يعني بعد أي ورحة تسمعي ونعطيتك مسبقا رأيي الشخصي بخصوص ما سيدور في هذه المحاكمة وما سيصدر من أحكام متفاوتة من متهمين لآخر من شخص له سيفة مستثمر خالف القانون ومسؤول العقوب وتشدد عليه عندما يخالف القانون أيضا ممتاز نواصل دائما الحديث ونتحدث عن شخصية أحمد ويحيا وقلنا بأنه تقلد منصب وزير أول ما بين سنة 2017 إلى غاية 2019 تقلد منصب رئيس حكومة كذلك 1995 و1998 وما بين 2003 و2006 و2008 كذلك وليست فقط هذه المناصف هو القاضي الآن يسأل أحمد ويحيا وقالوا لماذا لم تشكل لجنة الطعن يعني لجنة يلجأ إليها للطعن في كثير من القرارات على مستوى وزارة الصناعة وهو أجاب أنه هو من أنشأها لكن لا لا ولكن كل شيء كان بيوعي أنه ما تنفع لجنة الطعن ولا تنفع أي جهة أو لجنة أخرى يعني الأمور كلها كانت محسومة بين المسؤول وصاحب المال يعني ما كانش طرف الثالث يقدر يدخل في الوسط ويعكر صفه هذه العلاقة أكيد ونواصل خراءة دائما شريط الهام أسئلة القاضي وأجربة الوزير السابق أحمد ويحيا المتهم في قضاء فساد سيد كورتل القاضي حاليا يقوم بطاح الأسئلة وأنت أدرى بالجانب القانوني متى يتم عرض الدلائل أنه هناك قراءة تدين يعني ما هذا أو كيف يتم استخدام دلائل يمكن تطرح في الأسئلة بصفة عشوائية هذا الملف تقني يعني حتى باش تتحكم في ملف لازم تكون تعرف تقنيات مجال السيارات مجال تصنيع السيارات وتقنيات اللي تعمل بها وزارة الصناعة وتقنيات أخرى يتعمل بها كل هيئات إذن الملف تقني كل سلاح تشوف فيها هي تقنية يعني مش رح تخرج لهذا الإطار